موسيقى 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 حباء المشاهدين برحب بكم في حلقتنا الخامسة في سلسلة تأملتنا في هذا الانجيل مبارك انجيل يوحنى وحلقتنا بعنوان المسيح في انجيل يوحنى ده برنامجنا بنتأمل في انجيل يوحنى والمسيح كيف يبرز لنا البشير يوحنى من هو المسيح وصلنا في اصحاح واحد الى الاية ستة الى عشرة هقرأ على ما سمعنا الوحي بيقول كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنى هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل ببوسطته لم يكن هو النور بل يشهد للنور كان هو النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتيا الى العالم كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم تكلمنا في الحلقة الماضية عن ان المسيح هو حياتنا ونورنا في الايات الافتتاحية من انجيل يوحنى من واحد لخمسة في الاصحاح الاول وفي الفقرة التالية من ستة لعشرة بنشوف لمحة عن يوحنى المعمدان اللي بيقول عنه الوحي انه وجهه علشان يشهد للنور اللي هو المسيح النور زي ما شفنا في الحلقة الماضية طبعا يوحنى المعمدان كان راجل عظيم ووصف الرب يسوع انه اعظم المولودين من النساء ومكتوب عنه بروح النبوة في العهد القديم مثلا في سفر اشعياء اربعين وبالتحديد في اية ثلاثة انه هيكون صوت صارخ في البرية وانه جهه علشان يعد الطريق للرب ويقوم سبيله بالمناداء بالتوبة وتهيئ القلوب لمجيء المسيح المسية المنتظر وبيقول يوحنى الحبيب ان يوحنى المعمدان ما كانش هو النور لكنه جهه علشان يشهد للنور واحنا زي يوحنى المعمدان مش احنا مصدر النور لكننا بنعكس النور بالضبط زي الشمس زي الشمس اللي هي مصدر النور والامر اللي بيعكس بعد كده النور وعلى فكرة رب يسوع على فكرة تسمى بشمس البر في ملاخي اربع لو تتذكره والامر زي ما قلت بيعكس هذا النور المنبثق من الشمس واخترى رب يسوع ان ينعكس ايضا نوره من خلال تلاميذه اللي في العالم المظلم ويمكن ده المقصود من عبارة يشهد للنور انها العبارة دي تقالت عن يوحنى المعمدان يشهد للنور الرب قصد من دعوته لكل واحد فينا انه مش يقدم نفسه على انه النور لكن عشان نوجه الناس دايما للنور الحقيقي اللي هو المسيح فيه فكرة تانية موجودة في الاية عشرة اللي بتقول عن ان المسيح كان في العالم وهي مع انه المسيح هو خالق العالم لكن شيء عجيب ان الناس اللي خلقهم بيقول لم يعرفوه يمكن نقدر نقول لم يريدوا ان يعرفوه زي ما بيقول الوحي كمان في رمية واحد انهم لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفته اسلمهم الله الى ذهن المرفوض اي معطوب خربان بايز لانهم رفضوا استقبال الحق للأسف بيكمل يحنى ويقول في عدد 11 انه الى خاصته جاء اللي هما اليهود وخاصته لم تقبلوا دول الناس اللي الرب طلب منهم انهم يكونوا شهود في القديم ويعياؤوا العالم لمجيئوا دول اللي كان مفروض يرحبوا بيه ويعظموا ويشلوا فقرازهم مش بس رفضوا لكن كمان عادوا وتآمروا لقتله واخيرا طلبوا من بلاطس الوالي الروماني اعداموا بالصليب يا للمأساة يا للمأساة لكن بيكمل يحنى بالوحي ويقول ان اما كل الذين قبلوا فأيه 12 فأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه في آية 12 أعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه وده موضوع تأملتنا في الحلقة الجاية بنعمة الرب ان شاء الرب عشنا فأشوفكم بخير ان شاء الله الحلقة الجاية والرب معكم